القرى الأوروبية الآن تعاني يعني تعاني حتى بشكل كبير للغاية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتركيا تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة للغاية وفي حاجة ماسة للسياحة من أجل المواطن التركي قبل حتى الحكومة أو قبل رجال الدولة وأوروبا تعلم بأن العلاقات التركية العربية بعودتها تعطي دفعة قوية لرئيس أردوغان وللشعب التركي من ضخ بالمليارات للدولة التركية يعني الشيخ محمد بن زايد حتى عاقب الخلافات الكبيرة حينما تتحدث عن صندوق استثماري إماراتي بقيمة عشرة مليارات دولار نفس الكلام مع المملكة العربية السعودية لذلك هناك محاولات لإحداث وقيعة والتعامل بنفس العملة بالعملة الإماراتية والعملات التركية وأقصاء الدولة كل هذه الأمور لا تعجبهم العرب يستفيدون من قوة تركيا وتركيا أيضا تستفيد من قوة العرب أيضا بالنتيجة تركيا دولة مسلمة تركيا تدافع عن الإسلام والمسلمين أنا أيضا يعني إذا سمحت لي والبفت يسمع أريد أن أعطي رسالة أيضا كسوري كسوري الآن هذه الهجمة العنصرية التي تحصل على العرب بشكل عام وعلى السوريين بشكل خاص الهجمة ممنهجة الهجمة وراءها أجهزة مخابرات ووراءها ذباب إلكتروني السوريون ليسوا عالات هنا بل نعمل ونجد ونشتهد نحن نعمل ليس لدينا مساعدات نأخذها من الليلة الأحمر بل نحن نعمل هنا نحن نعمل بتركيا ولدينا أعمالنا يعني الأتراك يعلمون ما هذا اسمح لي تفضل هذه بطاقة تاجر عضو بغرفة تجارة تركيا أنا الآن كسوري أنا تاجر هنا أنا مستثمر لدي شركتي وأدفع الضرائب بالعكس نحن نتشارك اللقمة نتشارك الخبز لكن هذا الأمر والترابق لا يعجب الدول الأوروبية حتى لو افترضنا أنه وجود لأي إنسان محتاج يعني لو إنسان فقير مثلا والدولة التركية تمنحه بعض المساعدات هذا لا يعيبه وهذا واجب على كل المسلمين وعلى الدول الغنية نحن نتحدث عن قيام الإمارات أو المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد التركي وهذا واجب تجاه الدول الغنية كالسعودية كالإمارات تجاه تركيا تجاه مصر تجاه دول أيضا في حاجة لتعاون وتبادل اقتصادي هذا الأمر لا يعيب أي دولة من الدول أو أي شعب من الشعوب لا يعيب تركيا أبدا وتركيا تقدم المساعدة للفقراء والمحتاجين وحتى الأتراك لديهم مساعدة اسمها يشيل كارت التركي المتعثر لديه مساعدة يشيل كارت لكن النقطة التي يتم اللعب عليها الآن والمقابلات التي تنشر بالشارع ولو ابتعدنا قليلا عن آية صوفية لا هذا الأمر يعني في خضم قضايا الأمة الإسلامية بالشيء يذكر نعم الآن نرى الكثير من التجيش السوريون يأخذون المساعدات أستاذ محمد لوضح هذه النقطة أيضا المساعدات تأتي من الاتحاد الأوروبي نحن ممنون لتركيا وما قدمته لنا ولا ننكر ذلك لكن لنوضح للأخوة الأتراك الذين يقولون السوريين يأخذون مساعدات نحن لا نأخذ مساعدات هذه مساعدات من الاتحاد الأوروبي تقدم للعوائل الفقيرة السورية تعلم كم مقداروها أستاذ محمد كم مقداروها نعم علاء أستاذ علاء عفوا 150 ليرة لكل شخص بالشهر 150 ليرة 150 ليرة يعني لا تفعل شيء يعني تدخل الآن على البيم تأخذ بعض أغلات وحاسب 150 ليرة يعني الآن الأسعار فـ 150 ليرة وهي ليست من ممتنون لتركيا وتركيا قدمت ولكن المعارضة التي تم تمسك بهذا الأمر المساعدات ليست من الاتحاد الأوروبي والسوريون يعملون والعرب الذين يأتون إلى هنا للسياحة هم رافض مهم رافض مهم لتركيا وما يحصل هجمة ممنهجة يجب أن نصح لها كعرب كمسلمين وكسوريين طب حضرتك حينما يعلم أفراد الشعب التركي الآن في وقت راهن في قضم هذه الحملة المعادية للمقيمين السوريين أو للمقيمين السوريين كيف تكون ردة الفعل الآن من أصدقائك الأتراك أو من أي مواطن تركي حينما يعلم بأن حضرتك جنسيتك سورية كيف تكون ردة الفعل الآن صراحة الأمور أنا أقولها على قناتي وبالبث المباشر الأمور أستاذ على كل ما اقتربنا من انتخابة الفين وثلاثة وعشرين تزداد سوءا تزداد سوءا حقيقة أنا كشخص أعيش حياتي بطبيعتي لم أغير من شيء حتى عندما أسأل من أين أقول أنا سوري أنا سوري لم أغير من شيء لكن المشكلة تكون مع الأصغر من أعمارنا مع الشباب الأصغر يعني عندما يروني أنا بهذا العمر وأنا أخرج دائما إلى شركتي إلى عملي دائما أرتجي البدلة الجاكيتة يعني دائما فعندما يروني لا يتعرضون لي لكن للأسف هناك الكثير من المبايقات الآن لماذا؟ لكن هناك احترام لحضرتك إذن أنا لم أتعرض الآن السنة السابعة بتركيا لم أتعرض لأي موقف وأمارس حياتي بطبيعية أستاذ عليك بطبيعتي أخرج وأتحدث بالموبايل باللغة العربية باللغة العربية وأتحدث وأعطي التعليمات اليوم كنت ذهب إلى عملي فبالمترو خمسة ستة أتراك أنا تحدثت بالموبايل وأنهيت الموعد مع زبون كان قادم إلى الشركة وتحدثت ولم أرى أي نظرة ازدراء من أي أحد الموجود الأمور التي تحصل هي أمور قليلة قليلة لا يمكن أن نقول بأن الشعب التركي لا يريد أسر بالعكس الأكثر هو المرحب وهو الذي يريد أنا في البناء الذي أسكن به الآن يعتبروني تركيا ولست سوريا يعتبروني من أهل البناء لكن علينا نحن كعرب وكسوريين أيضا علينا بعض الأمور والانتزامات علينا أن نتعلم اللغة لنندمج معهم منذ أيام توفي جارنا نزلت وعزيت أخذت التعزية فيه فرحبوا بي أول ما نزلت وقالوا لي هل تقرأ القرآن وقرأت القرآن ليومين متتاليين أنزل عند صلاة المغرب أعزي وأقرأ القرآن لهم حتى البعض الذي كان عندما أسلم عليه يقول أهلا أصبح عندما يره السلام عليكم هم يسلموا فالأتراك النسبة الأكبر والأكبر النسبة العظمى صراحة هم الذين يرحبون بالسوريا يرحبون بالعرب لكن النزعات التي تحصل يجب أن نحسب بالنسبة المئوية يا جماعة ليس بحادثة وحادثتين أنا أستغرب في بعض الغرف الإعلامية حتى أتحدث معهم أستغرب يا أخي أنت تتحدث عن حادثة وحادثتين وتترك النسبة المئوية نتحدث بالإجمال قتل شاب سوري في تقسيم نعم قتل شاب سوري بدأت الحملة قتل السلطان عن سوريا يا أخي أي عن سوريا الشاب كان هناك معركة بين مجموعتين أكتراك وكان موجود وأصيب وقتل قدره لا يوجد عن سوريا بالأمر هل ألم يقتل أحد بعن سوريا لا قتلوا بعن سوريا هناك من قتل لكن كم كم عدد السوريين في تركيا ثلاثة مليون ونصف ثلاثة مليون ونصف في عام طبعا نحن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس ونطلب القبض عليه والقصص أبدا نحن لا نسفه من دماء العربي والمسلمين أبدا أي دم هو دم غالي ودم نطالب بالقصص ونطالب بالحق ولكن أن نسلط الضوء على نقاط سلبية ونترك الإيجابية ونترك النسبة المئوية فهذا الأمر غير معقول لكن لسنا مع هذه الأمور ولا نقول بأن دماءنا رخيصة لا أبدا نحن خرجنا من بلادنا حرصا على دمائنا بالمناسبة كان هناك أيضا مجرمون سوريون قتلوا شاب تركي يعني الأمر محصل هؤلاء مجرمون لابد من محاسبتهم سواء من هنا أو من هنا